سلام القدس لكم وعليكم وسلام القدس لك وعليك أستاذ ناصر أنا علفة نظري في عدة لقاءات حضرتك تحاول أن تجنبنا تماماً أي مواجهة كلامية أو عتاب موجرة لجماهير العربية وللحكومات العربية وأنا أستطيع أن أتفهم جداً هذه الدعوة دعوة حصيفة ودعوة حكيمة جداً ودعوة تفهم تماماً الشارع العربي أو الوضع العربي لكن أنا لم أعد قادراً صراحة على أن أكثر من المجاملة فيما يتعلق في فهمي للشارع العربي أنا مصدوم من الشارع العربي وأنا متألم من الشارع العربي أنا مبرك كل إنسان عربي هو متعاطف مع غزة ومتعاطف مع فصين وهو يكره الإسرائيليين لكن هذا مش كافي أنا بعرف الأوروبيين ما بيهمه وبيعرف أنه أي إنسان عربي هو ضد إسرائيل وما بيحب إسرائيل لكن اللي بيهمه هو طبيعة موقفك وردة فعلك يعني مثل الطبيب اللي بيكون عنده مريض متألم ما كتير بيهمه طبيعة الألم وطبيعة الجرح بيهمه كيف ردة فعل المريض بيعطيه مهلويسات ومخدرات وردة فعل المريض للألم تتغير تماماً لذلك بتشوف أنه هو في ألم فيه مرض قلبي وفيه سرطان وفيه ألم شديدة لكن الطبيب يجري العملية الجراحية ويجري البتر الذي يريد المريض غير مرتكس نحن لازم نوجه انتقاد بالشارع العربي أنه بعد تسعة شهر انت نتبي حاجة إلى قوة تحريض اللي هو قوة نصر النصر وغزة كان يفترض يحرض حرض شوي بعدين سكت الشارع العربي هذا هو نفس الشارع يلي عمل للربية العرب سخاء غير طبيعي بالتبرع سخاء غير طبيعي بالجهاد سخاء غير طبيعي بكل شيء فيك تقول أنه الإعلام الحكومات العربية الإعلام العالمي ساهم بس ما فيني ينكر أنه فيه استعداد كان عند الإنسان العربي أنه يقدم وقدم بلا تردد كان فيه سخاء بشكل مطبيع الآن إذا أنا بدي أتحول إلى مفتي أو اعتذاري أجد لكل شارع عربي اعتذاري أنه هذا الشارع مضغوط وهذا الشارع ما عنده إمكانيات وهذا الشارع يكتفي بفرض العين أو فرض الكفاية أنا لم أعد قادرا على أن يعني أتقبل هذا الوضع يعني إنسان يرى ما يرى في غزة هذا الموت هذا القتل في غزة والشوارع العربية تكتفي بالمقاطعة جهاد بسيط أنه نحن قررنا مقاطعة المنتجات شكرا لكم شكرا لكم على رأيي نزار قباني لكن هذا غير كافي العالم الغربي يراقبنا يراقب شارعنا هذا الشارع لم يعد كافيا أن يكتفي بهذا الجهاد أنا أكثر يعني شعب بحبه كتير لكن بحس بعتب شديدة عليه بصراحة هو الشعب المصري يعني مصر هي كل شيء مصر غائبة إلى خمسين سنة تحت مضلة كامب ديفيد نحن دفعنا كل أثمان المرحلة هاي حتى اللحظة هاي في غزة من لحظة كامب ديفيد البوارج الأمريكية دخلت إلى المنطقة من قناة السويس وقصفت العراق من قناة السويس وشعب مصر لم يتغيق لم يتحرك مرينا بحروب مرينا بالربيع العربي مرينا بكل شيء للأسف يعني أنا أتمنى أن أكون غلطان يعني أنا مخطئ لكن أنا أتوقع من هذا الشعل الفاعل أنه يكون أكثر فاعلية أين النخب المصرية؟ أنا بتساءل يعني النخب المصرية أنت هلأ حكيت مثال جميل جدا أنت فرد حركت فيه شارع حركت الشارع كله مائة مليون مصري أين النخب المصرية؟ طيب مرت ذكرى 23 يونيو السورة المصرية وين الفعاليات المصرية اللي بدأت تحكي عن السورة؟ طيب أنا ما فيني لون بالأخير البوسطاء المصريين اللي ما بيتذكروا عبد الناصر أو ما بيحبوا عبد الناصر لأن النخب المصرية هي تخلت عن فكرة عبد الناصر وتخلت حتى عن المشروع لأنه صار في نوع من القناعة عند النخب المصرية بأنه نحن خطنا حروبنا ونحن متعاطفون معكم لكن لا دخل لنا فيما بعد ذلك للأسف أنا هذا الشعوري يعني من خلال خطاباتي مع بعض المصريين اللي بحبونا كتير وهنا أصدقاء بحبونا كتير متعاطفين معنا كتير لكن بيحسوا أنه حدودهم وقفت هنا أنه لا نريد أن نكون أكثر من ذلك أو لا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك مؤلم جدا أنه تشوف بكل مصر كل الموقف اللي شفته في مصر بائع فواكه بسيط يرمي برتقالات على شاحنات تمر إلى غزة هذه مصر أنا ما بتوقع يعني شيء أنا بتنسبق لي كان مفجع هذا المنظر هذه مصر اللي أنا ما بتوقع أنه هي تهز العالم يعني أنا ما بدي مصر تحارم ولا بديها تخط حروب أحد الساس البريطانيين قال I don't care who is ruling Egypt I care أنه بالأخير يعني ما بيهمني أنا مين اللي بيحكم مصر بيهمني كيف الشعب المصري حيضغير لذلك أنا بعتقد أنه أنا لا أكتفي بالاعتداريات وما أنا شايف في اعتداريات كتير أنا من خلال هذه المجموعة أنا بفترض نفسي هي مجموعة مجموعة تحريضية واجبنا أن نقوم بعملية تحريض نحن محرضون مصر وغير مصر ولا يوجد أي شارع أدى ما عليه يعني القوافل الإسرائيلية القوافل التجارة تمر من دبي إلى السعودية إلى الإمارات إلى الأردن بسلام القوافل التجارة في مصر على كما تريد يعني لا شيء يحرك هذا العالم الساكن أنا هاي وجد نظري أنا آسف أنا قد أكون متعاطف يعني عاطفي جداً منفعل لكن أنا فعلاً متألماً ما يحدث هذا لا يلق بنا على الإطلاق ولا بأي شعب من شعوبنا هذا مخجل الأمر الآخر بدي أحكيه هو فيما يتعلق باليمن أنا في الحقيقة ظلمت اليمنيين لم أكن أعتقد أن في هذه الجبال الصلبة في اليمن هذا الشعب الصلب يعني أنا صرت لما بشوف اليمني وبشوفه ماشي بهالجبال وبين الصخور لم أعد أجد فرقاً بين الصخر والإنسان وناس في منتهى الصلابة بس الطبيعة أيضاً عطتهم أهم موقع جغرافي باب المندب أنت في باب المندب الله عطاك قوة التحكم في كل المسارات المائية يعني أنت لا تحتاج أن تهلق قناة السويس ولا تحتاج لمضيق جبل طارق ولا مضيق هرموز في باب المندب أنت اليمني قادر على أن تمسك هذه السلسلة من أولاً إلى آخر يعني افتح كل المضائق وأغلق مضيقاً واحداً تنتهي القضية تنتهي السلسلة اليمنيون في موقف قوي جداً إذا عرفوا كيف يستخدمون هذا الموقع الجغرافي هذه الصلابة جبال حضر موت الإنسان اليمني أنا أعتقد أن العالم سيكون مضطراً لمجاملتهم ومكافأتهم وإرضائهم عليهم أن يستفيدوا من هذه الورقة ورقة الجغرافيا ماذا تستطيع أمريكا أن تفعل يعني حتى ترامب أو غيره ماذا يستطيعون أن يفعلوا مع هذه الجغرافيا أنا أؤكد لك لا شيء قادرون على أن يفعلوا أشياء الكثير وعلينا أن ننتظر منهم أشياء الكثير وحييهم وأحس أنني فخور باليمن وبأنني عاتب جداً على كل من بقي من شعوبنا العربية السلام والقدس لكم شكراً لكم